ويبقى معنا من كييف مراسلنا صابر أيوب كما ينضم إلينا من موسكو حازم كلاس أهلا بكم أبدأ معك صابر يعني تستمر التحركات السياسية والدبلوماسية كيف ينعكس هذا على أرض المعركة وما هي توقعات كييف من اجتماعي وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم مزيد من الدعم هذا هو المتوقع لليان دعم وأيضا في نفس الوقت دعم بالسلاح لأوكرانيا هذه نقطة مهمة أكد عليها الرئيس زيلنسكي اليوم لدى مداخلته أمام البرلمان كوريا الجنوبية تحدث عن الخسائر التي طالت بلاده بسبب الحرب الروسية أكثر من ألفي سيروخ قال أطلقت على مختلف المدن الأوكرانية تحدث عن آلاف القتل في ماريو بول وفي عموم أوكرانيا لم تحدد الخسائر في الأرواح بعد كما قال إذن الدعم مطلوب بالنسبة للسلاح من الغرب وأيضا كذلك عقوبات أشد على روسيا لمنع أو لحد من هذه الحرب والحد من قدراتها في مواصلة شن هذه الحرب كما قال على بلاده بطبيعة الحال تنعكس كل هذا ينعكس على أيضا الميدان الذي بات شرق أوكرانيا هو الذي بات الآن مستهدفا الآن المعارك تجري بمحيط خاركيف وكذلك بإيزيوم وكامينكا تحديدا التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها رغم أن الأنباء أو بعض أخبار من الجيش الروسي أو معلومات من الجيش الروسي تقول أنه تم السيطرة على هذه البلدة المهمة بلدة كامينكا في إقليم لوغانسك لكن الجانب الأوكراني يفند ذلك ويقول أن المعارك ما زالت مستمرة كامينكا هي الطريق أيضا للوصول إلى سيفرودونيسك وهي المدينة مدينة رئيسية ما زال الجيش الأوكراني يسيطر عليها في إقليم لوغانسك كذلك في إقليم دونيسك المجاور ما زالت المعارك مستمرة حول العديد من مدن وبلدات هذا الإقليم في فونوفخة تقول السلطات الأوكرانية أن الجيش الروسي أو القوات الروسية ترغم الأطفال على الذهاب إلى المدارس رغم خطورة الوضع بلدة أو مدينة فونوفخة إلى الشمال من ياروب ماريو بول مسيطر عليها من قبل القوات الروسية وفي ماريو بول أيضا ما تزال المعارك في بعض الجيوب خاصة في المنطقة الصناعية وأيضا في محيط الميناء الذي تقول القوات الانفصالية أنها تسيطر عليه كذلك زعيم الانفصاليين دينيس بوشلين أكد اليوم صباحا بأن حملة عسكرية هائلة ستشن خلال الأيام المقبلة لاستعادة ما يصفه بأراضي جمهورية دونيسك الشعبية المعلنة من جانب واحد صابر عيوب بن كياذ شكرا لك حازم كلاس أيضا من موسكو يعني اللقاء الذي عقد بين بوتين والمستشار النمساوي هو الأول من نوعه مع زعيم أوروبي ما هي أصداء هذا الاجتماع على الكراملين وهل قد نشهد ربما حل حل للمواقف السياسية الروسية في الواقع كانت حريصة موسكو من خلال المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوف على القول بأن الاجتماع عقد بشكل مغلق بناء على طلب النمسا وبناء على طلب فيينا ليس كما رغبت موسكو ربما ولكن هذا الاجتماع بطبيعة الحال نعم حازم طيب يبدو فقدنا الاتصال بمرسلنا حازم كلاس من موسكو ولكن ينضم أيضا إلينا نبيل أبي صعب قبل أن نتوجه إلى نبيل أعود إليك حازم إذا كنت تسمعني تفضل تفضل نسمعك أيضا في الواقع بناء على طلب فيينا كان حريص الكراملين أن يقول أنه بناء على طلب فيينا عقد الاجتماع بشكل مغلق لم يتم تسريب الكثير من التفاصيل ولكن بطبيعة الحال الاجتماع ناقش التطورات المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية كما تسميها موسكو في أوكرانيا وأيضا تفاصيل مرتبطة بتصدير الغاز الروسي وأسرار موسكو على تزديد ثمنه بالروبل من قبل الدول التي تصنفها وتسميها على أنها دول غير صديقة ربما ننتظر يوم غد حيث سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيرها بيلاروسي مؤتمرا صحفيا قد يفصح عن بعض التفاصيل ولكن بالمجمل قبل قليل وهذا يعطي إشارة إلى الموقف الروسي عموما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن أحد أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كما تسميها روسيا هو إنهاء هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم هي ليست فقط بالمعنى العسكري والميداني حماية الدومباس كما تسميها وزارة الدفاع الروسية الآن سيرجي لافروف يتحدث بوضوح عن معنى سياسي آخر مرتبط بنتائج هذه الحرب ربما وهو إنهاء هيمنة الولايات المتحدة على العالم بطبيعة الحال كان هناك مواقف سياسية بالتزامن أيضا مع لقاء المستشار النمساوي مع بوتين هذه المواقف السياسية عبر عنها ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية تحديدا فيما يتعلق بمساعي انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو قال بوضوح بأن محاولات توسيع حلف الناتو لن يضمن الأمن إلى أوروبا بحسب تعبيره العمليات العسكرية بطبيعة الحال تزامنا مع هذه المواقف السياسية مستمرة هناك إعلان واضح خاصة من قبل قوات جمهورية دونيسك الشعبية المعلنة من طرف واحد والتي تعرف بها موسكو بأن العمليات ستتكثف وتم تحديد الجبهات بشكل واضح في إقليم الدونبس خلال الأيام المقبلة وأيضا تم الحديث عن ماريو بول بأن إنهاء المعركة هناك يقترب تم السيطرة على 80% من المدينة وما تبقى هو المنطقة الصناعية ومعمل أزوفستال للحديد والصلب القريب من الميناء حازم كلاس من موسكو شكرا لك وأرحب بمراسلنا من بروكسال نبيل أبي صعب أهلا بك نبيل يعني الاجتماع اليوم أيضا يبحث مسار جديد وهو مسار الملف القضائي في الجنائية الدولية بالإضافة إلى حزمة جديدة من العقوبات دعم ليليان الجانب الأوروبي يركز حاليا على المسار القضائي وجمع الأدلة وتوسيقها بهدف تزويد أي مسار قضائي يحصل في المستقبل بالمعلومات التي قد تحمل مسؤولون أو حتى جنود روس مسؤولية الاستهداف المدنيين وهي التي تعد وفق نظام روما الأساسي النظم للمحكمة الجنائية الدولية تعد بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هذا الأمر أيضا تعزز بعدما استعاد الاتحاد الأوروبي عمل بعثته الدبلوماسية في كييف هذه البعثة أعيد افتتاحها بعدما كانت قد أغلقت في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى جانب العديد من البعثات الدبلوماسية الأخرى التي انتقلت من كييف إلى مدن في غرب البلاد افتتاح البعثة تم خلال زيارة قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين بمرافقة المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل وبالتالي الاتحاد الأوروبي عاد لينشط من كييف وهذا الأمر سيسهل التواصل مع الادعاء العام الأوكراني أيضا لمشاركة الادعاء العام في أوكرانيا بأي معلومات أو أدلة قد تؤدي إلى إدانة شخصيات روسية بهذه الجرائم بالنسبة إلى النقاش الجاري بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فإنه يشمل إجراءات جديدة وفق ما ألمح بوريل قبيل الاجتماع صباحا اليوم الاجتماع يعقد في لوكسمبورغ ولكن البيانات توزع رسميا هنا في بروكسل وبالتالي لا يستبعد أن يتم البحث الآن في قطاع النفط والغاز والموارد الطاقة من روسيا بما يتجاوز قطاع الفحم الذي كان أقر في شأنه حزمة عقوبات الأسبوع الماضي هذا الأمر أشار إليه عدد من المسؤولين الأوروبيين من بينهم وزير الخارجية الإرلندي مثلا ولكن هذا الأمر أيضا يعكس موقف إرلندا التي لا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الروسيين على غرار دول أخرى كألمانيا على وجه التحديد سألت المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم عما إذا كانت هناك مفاوضات جارية أو تقدم حصل مع موردين جدد أو موارد بديلة للنفط من دول مصدرة للنفط أكد المتحدث لنا أن هذه المحادثات مستمرة ولكن هذا الأمر بغض النظر عن مدى تقدم هذه المحادثات فأن مسألة الغاز والنفط الروسيين باتت مطروحة بقوة على طويلة العقوبات في أي حزمة مقبلة شكرا لك مراسلنا من بروكسال نبيل أبي صعب